موسيقى الطلبة في مقراراتهم العلمية وخاصة المقرارات البحثية ويشارك معنا في هذا المعرض تقريبا 27 مشارك بعدد 18 ملصق من الأقسام العلمية ويتم تحكيم هذه الملصقات من جهة أساتذة في كلية العلوم على حسب تخصصاتهم عندنا مجموعة الأبحاث النظرية والرياضية ومجموعة الأبحاث المختبرية والتحليلية التي تشترك فيها الأقسام العلمية ببحثها وملصقاتها العلمية فإن شاء الله تستمتعون معنا في هذا اللقاء في هذا اليوم وتشوفون أنشطة الطلبة العلمية واللي ما شاء الله عليهم قادرين أنهم يقدمونها كمتخصصين كأساتذة في تخصصاتهم العلمية وتحت إشراف أساتذتهم طبعا فأهلا وسهلا فيكم في معرضنا بسم الله الرحمن الرحيم نحن بوستر نتكلم عن الساند يونج مرثولوجي في منطقة السالمي اللوكيشن راح يكون هنا هذا اللوكيشن الأبجكت تغمالنا اللوكيشن راح يستطيع التحقيق من الساند يونج واللي هي مسؤولة عن السوديمنتولوجي والمينيرالوجي حج الساند يونج عقب ما خذينا عينا ودناهم اللاب سوانا لهم أنالايز استخدمنا أربع طرق اللوكيشن راح يومي والغرين ساي سيفن والغرين كاونتين والغرين مينيرالز على أساس نعرف اللوكيشن المينيرالز اللوكيشن اللوكيشن طبعا مهمي اكتشفنا أن التحيب حج هذه الساند يونج وهو برخان والمينيرالز اللوكيشن كانوا زركون ومغنيتايت وإبيدوت واكتشفنا أن المين فاستس كنترولنج الميرفولوجي باستادي أريا مالتنا اللي هي الوين دايركشن وسدمنت سبلاي والمينجور ناترل فاكتور اللي هو الوين كونسدلي بلوين فروم ساوت وستن اللوكيشن السلام عليكم علي عبداللهيد خصصي أنا ميكروبيولوجي ومساندي ميكروبيولوجي ومشروعي مني نحن نتحدث عن هذا موضوع اللوكيشن بالقطاوة شنو خلاص الموضوع اللي عندنا مني إن عندنا طفرة اللي يتسبب اللوكيشن ودن كاتس وركزنا على طفرة واحدة معينة لأنها الأكثر واحدة موجودة بين كل أنواع اللي بطاوة وسوينا سوينا تحاليل على الفريقونسي معنا وسكتر هي موجودة بالكاتبات حتى سمونا بالراندم برد أو سمونا الفيرل برد برد وحددنا وين تأسست أو الوريجن مالها الميتيشن بالجيوغرافق 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 نغير برد كي من تنظر نعم ثم نضيف الوريجن والميتيشن لغة نظيف ميتيشن ثم نضيف نضيف ونضيف الوريجن مجل ثم نموت الممتفج نهائي ميكروسكوب ميكروسكوب كما ترى هنا تأثير نيكل على الكتاليس أو العام المساعد لذلك تأثير مهم جدا السلام عليكم معكم محمد للسول مقسم الكيميا مشروعنا هو عبارة عن تأثير النيكل على الكتاليس أو العام المساعد اللي هو البناديوم أوكسايد على التيتانيوم أوكسايد أول شي احضرنا الكتاليس حضرنا عدة تراكيز من البناديوم أوكسايد وتتاول والنيكل وعدة تراكيز من محلولة النيكل وجربنا على الكتاليس مايكرو رياكتر حقنا وانبنتين داخل الرياكتر عندما بدأت المساعدة مع 5 ميكرو لترى في ميكرو رياكتر نظرنا الواقع في البناديوم أوكسايد نرى بأن المساعدة المساعدة من 60 إلى 80 ميكرو مغلق ويقوم بأن المساعدة من المساعدة من البناديوم أوكسايد ويقوم بأن المساعدة من البناديوم أوكسايد أنا غادة منصول ويقوم بأن المساعدة من البناديوم أوكسايد من البناديوم أوكسايد من المساعدة الضربين بأن المساعدة كيف يتبع الالغاية. هذه هي من الساتلات الموجودية. هناك أشياء الثلاثة التي تظهر مختلفة في السست وهي مرحباً. وهي مختلفة في الخلوفيل من 2003 إلى 2015 وهي 13 عام. هناك أيضاً أشياء الثلاثة التي تظهر مختلفة في الخلوفيل ومشاركة الثلاثة التي تظهر مختلفة في 13 عام إلى 6 مكان. كما تظهر، يمكننا أن تظهر أن تظهر مختلفة لأنه في راس الحد تغيير من 0.362 إلى 2013 إلى 49 مجرام ومشاركة الثلاثة في مجرام. ونحن لا يمكننا أن تظهر مختلفة بين الخلوفيل والسست لأنه هناك أشياء الثلاثة التي تشهر هذا. لذلك يجب أن نتجهر هذه الأشياء مثل الأشياء الثلاثة المستقبلية ومشاركة الثلاثة. السلام عليكم، اسمي فاطم عيسى بن ثاني تخصص الحصاب بحوث عمليات مشروعنا عبارة عن طيران المدني نحاول نطور البروسيجر في الطيران المدني لأفضل طريقة وأن المسافر يكون يأخذ أقل وقت داخل المطار حاولنا نقلل، كان هناك مشكلة في نظام الطوابير فحاولنا نقررها، سوينا لها محاكات وعدلنا نظام الطوابير فصار عندنا إفشونسي قللنا الوقت من 46 دقيقة إلى 22 دقيقة يقدر يخلص فيها المسافر البروسيجر وتحولنا بعدين تطلعنا بديل ثاني بس ما صار فينا في طرقات فظلينا على الموديل الأول اللي احنا طورنا وحققنا الإفشونسي بدنا غللنا إلى نصف اسمي حسوساني فرحان الضفيري من قسم الإحصاء التطبيقي اليوم مشروعنا عن فوركاستن المواليد وهو معدل الوفيات ومعدل المواليد أهم المعدل الوفيات والرضاع التعريف معدل الوفيات والمعدل المواليد ومعدل الوفيات والرضاع احنا خذينا هذي الداتة من من وزارة التخطيط وسوينا لها خذينا اول اناليز هو الكروف النتاج المترجم نحن من خمس سنين أنه نازم سوين حق المواليد الرضاع الوفيات أنه حتى بعد خمس سنين نازم في وفيات والفيرتيلتي ريت فروم السي بي آر كرود بيرث ريت المواليد هذا بس موديل فروم تايم سيروس هذه الرسمة تايم سيروس حق الخمس سنين إنه دي كريزينج ونكلم عن مبادات كلها إنه بالمستقبل نحق خمس سنين إنه نازلة في وفيات راح يكون وفي المواليد راح يكون نازلة يعني من خفض مريم القيشي إحصاء بخلص عمليات أحد كلام عن شركة فيفا عندنا شركة فيفا اختارنا فرع مجمع الوزارات يشتغلون من الساعة ثمان للساعة ثنتين تقريباً عندهم تسع موظفين واحد رسيبشن وستة منهم يقدمون خدمة واثنين منهم يقدمون خدمة ثانية في الموديل الأول طلع عندنا السيرفس تايم وايد كبير فاشتغلنا على عدد الموظفين عشان نقلل من التايم في السيرفس أول شي قللنا من عدد الموظفين في الخدمة الأولى وثبتنا عدد الموظفين في الخدمة الأولى وزدنا موظف حق الخدمة الثانية في الموديل الثاني قللنا من عدد الموظفين في الخدمة الأولى وزدنا في الخدمة الثانية فلقينا أن السيرفس تايم حق الموديل الأول أفضل من الموديل الثاني عشان شي دي يخترنا في هذه الحالة سنستقبل عدد الموظفين أكثر ونزيد من أرباح الشركات اشتركوا في القناة